أكثر من 18 مليون عملية دفع إلكتروني في الأردن للعام 2022 وبقيمة إجمالية بلغت مليارين و700 مليون دينار أردني بحسب العدد السابع من تقرير البنك المركزي الأردني السنوي لنظام المدفوعات التقرير أشار لزيادة استخدام نظام الدفع الفوري سواء من خلال المحافظة الإلكترونية أو من خلال الحسابات البنكية الأمر الذي يؤكد تطور استخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكتروني في المملكة عمليات الدفع الإلكتروني والمحافظة الإلكترونية هي شكل آخر من أشكال تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها القطاعات المالية المختلفة من خلال المؤسسات المختلفة سواء كانت حكومية أو مؤسسات خاصة عملية في توسع وفي إزدياد ملحوظ جدا عدد المحافظة الإلكترونية في القطاع المصري بتجاوز 2 مليون محفظة أو أكثر من 2 مليون محفظة لعدد مستخدمين أكثر من 2 مليون بحجم عمليات تقريبا 260 مليون دينار على سبيل المثال هذا إذا بنشوف التطورات اللي بتصير شهر عن شهر في معدلات نمو متزايدة بشكل مستمر في أعداد المستخدمين من أنظمة الدفع الإلكتروني سواء استخدام برنامج كليك أو استخدام نظام فواتيركم أو أي من هذه الخدمات اللي ممكن يتوفرها المؤسسات المالية المصرفية أنشطة خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني كان لها دورا كبير للتقليل من الوقت والكلف والأعباء على المواطنين والمنشآت الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات بآخر سنتين الإقبال صار كثير كبير عليهم بسهولة الدفع الخدمات الموجودة عليها تحويل المصاري من شخص لشخص بسرعة كبيرة نظام الإلكتروني كثير ساعد الناس بيكون مشايل المصاري بيقدر يشتري أي سلعب إياها بطريقة آمنة ويحفظ فلوسه على نفس المحفظة وعلى نفس تطبيق البنك اللي بيستخدمه فدمت الإلكتروني من بنوك لبنوك نفس الشيء قللت الحوالات بس سهلت على العملاء أنه أنت في بيتك تحول تسلم فلوسك وتحول للناس فلوسها بدون ما تتغلب وتطلع أزمة البنوك وأزمة الشوارع هذا وتشهد عمليات الدفع الإلكتروني في الأردن تطورا كبير خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع الاعتماد على النقد والدفع المباشر في تعاملات المواطنين اليومية وتشهد عمليات الدفع الإلكتروني استجابة كبيرة من قبل المواطنين الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع المدفوعات في الأردن عامر العجارمة التلفزيون الأردني